الهواء ما تنسع الهواء المجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ليه صعبة لانها لازم يكون فيها مهارة وشغل يدوي وتمرين طول السنة يعني مش معنا انك تلاجع ليلة الامتحان وتخش الامتحان تأفله يبقى احنا لازم نكون بمرانين ايدنا كويس على طريقة رسم الغرز طب هناخد فكرة الاول عن منهجنا احنا منهجنا النهاردة هيعبارها عن ايه مادة التراكيب دي مادة التراكيب عندنا كان بتتكون من 3 ابواب خدنا احنا مع بعض باب كامل ورسمناه كله على الهوى مع بعض وخدنا فيه الخمس غرز الخمس غرز دول كانت الغرزة العيمة وخدنا 3 اللي هم اقمشت السينج الجرسي كانت الاوكرديان والحش والوبرية وخدنا كمان اقمشت الاسدك الخمس غرز دول احنا رسمناهم ياريتنا لاجحهم مع بعض في الحلقة السابقة طيب وبعد كده عندنا ايه كمان عندنا الباب التاني ده فيه سؤال مهم جدا دايما بيجيلي في اول امتحان هو التصميم لازم يجيلي تصميم من وجه واحد ويقول لي كملي بقية الاساليب وبعد كده عندي كمان الباب التالت اللي هو الاقمشة التي تنتج على طريقة اقمشة الانترلوك ايه اقمشة الانترلوك اللي بيبقى فيها ترتيب الابر الطويلة والابر القصيرة هنبدأ مع بعض النهاردة واخر حلقة عندنا هي مراجعة التراكيب البنائية نشوفها كده مع بعض ده شكل اللي امتحان بتاعنا بتاع مادة التراكيب اللي بتكون عندي من اربع اسئلة وزي ما اتفقنا السؤال دايما الاولين بيبقى هو التصميم وبعد كده التلات اسئلة التانيين شامل المنهج بتاعنا كله طيب هنبدأ مع بعض وهنمسك الاسئلة دي سؤال سؤال ونبدأ نعرف ازاي نحلوهم مع بعض كمان لما ننساش حاجة مهمة اوي ان المادة عندنا دي من 50 درجة يعني لازم اخد اكبر قدر منها طيب هنبدأ مع بعض عندنا بالجنز النظري الجنز النظري عندي يا اما بيجيلي في شكل صح وغلط يا اما بيجيلي في شكل اكمل يا اما اشرح طيب عايزين نشوف ايه هو مضمونه يعني احنا مثلا هنبدأ هنا بالصح وغلط قال لي ضع علامة صح امام الجمل الصحيحة وعلامة غلط امام الجمل الخاطئة وطبعا لازم نبقى عارفين الصحة بتاعها يعني انا لما اقول غلط لازم نكون عارفة ايه الصحة بتاعها طيب السؤال الاولاني بيقول لي الاقمشة ذات الغرزة العائمة يمتد فيها الخيط افقيا عبر ابرة او اكثر دون تكوين غرز طب هنقف هنا دقيقة وهنقول هو يعني ايه غرزة عائمة اصلا احنا اتفقنا قبل كده في الحلقة السابقة معنى غرزة عائمة معناها ان الابرة لا تطلع ان هي تاخد خيط يعني الابرة بتبقى سابتة مكانها والخيط بيعدي عليها يبقى اتفقنا ان غرزة عائمة معناها ان الابرة لا تصعد لارتقاط الخيط ولكن الخيط بيمر عليها عبر ابرة او اكثر يبقى في الحالة دي الجملة بتاعتي هتكون ايه فعلا مزبوط الاجابة هتكون صح يبقى فعلا الغرزة العائمة هي التي يمتد فيها الخيط افقيا عبر ابرة او اكثر دون تكوين غرز تبقى الاجابة عندي صح طيب السؤال التاني اتفقنا عني زاية الاستك اللي هو بيتم فيها تزويد الماكينة بالاستك تغزى فيها الماكينة بخيط الاستك بحرقة العائمة والمعلقة على التوالي يعني الاستك بيخش على الغرزة باسلوب العائمة والمعلقة طب هي الاستك دي الغرزة بتاعتها ايه؟ الغرزة بتاعتها دربي واحد لواحد يعني ايه ضرب بواحد لواحد يعني عمود وجه وعمود ظهر بيقولي الاستكينة بيخش عليها على التوالب ايه باسلوب الغرزة المعلقة والعائمة ده طبعا صح يبقى السؤال الثاني عندي هنا ده فعلا صح طيب السؤال الثالث عندي يمتاز القماش السينج الجيرسي بان مططيته ايه في الاتجاه الطولي ضعف المطاطية في الاتجاه العرضي وهنا هنقف دقيقة مع بعض يبقى انا كان لازم ابقى حفظة كويس ايه هي خواص ومميزات اقمشت السينج الجيرسي وحفظة خواص واستخدامات الغرزة العائمة علشان خاطر لو جالي اي سؤال من ما بين السطور اقدر احدد الاجابة بتاعتها هنا بيقولي ان عندي اقمشت السينج الجيرسي مططيتها في الاتجاه الطولي ضعف المطاطية في الاتجاه العرضي وهنا الاجابة هتكون ايه غلط ليه غلط لان هي العكس المطاطية في الاتجاه العرضي هي اللي ضعف المطاطية في الاتجاه الطولي طيب اخر سؤال عندنا في النظر النهاردة عند انتاج غرزة التيجانو التيجانو دي هي احد الاقمشة التي تنتج على الماكينة المستديرة زي السيلندر والكورس يعني بترتيب ابر طويلة و ابر قصيرة تمام؟ بيقولي هنا السؤال ايه؟ بيستخدم فيها سرعتين للتغذية سرعتين للتغذية ونوع واحد من الابر طب ان احنا لسه قيلين من ثواني ان الماكينة ايه؟ مستديرة زي السيلندر و كورس وبها ابر طويلة و ابر قصيرة وفعلا لها سرعتين للتغذية في حالة ما بتبقى الابر كلها شغالة تبقى سرعة الماكينة عالية في حالة لما يبقى نوع ابر بس هو اللي شغال تبقى الماكينة سرعتها ايه؟ بطيئة يبقى هي فعلا نص الاجابة صح ان هي بتستخدم سرعتين للتغذية لكن النص التاني من الجملة كان غلط فطبيعا هو غلط للجملة كلها لانه هو قال لي ونوع واحد من الابر طبعا غلط لانه هو مش نوع واحد هو نوعين من الابر يبقى غرزة اتجانه اه لها سرعتين عالية وبطيئة ولكن برضو لها نوعين من الابر هي الابر الطويلة والابر القصيرة طيب احنا كنا عايزين بقى نبص على الجزء النظر بتاعنا علشان قاطر نحفظه كويس ونرجعه بحيث ان لو جالي السؤال صح وغلط او جالي اكمل او جالي اشرح يبقى انا حفظه يبقى انا مش محتاجة ان انا هدور على سؤال صح وغلط هيجيلي في الامتحان هيجيلي ايه يبقى انا حفظه الجزء كله على بعضه اقدر احدد اي سؤال هيجيلي اقدر اجاوبه طيب اول جزء عندنا في النظر هو ايه الاقمشة الايه العائمة تمام اقمشة العائمة دي بيقول لي ايه هي تلقى الاقمشة التي يمتد فيها الخيط افقيا عبر ابرة او اقصر دون تكوين غرز وذلك لان لان ايه الابرة لا ترتفع اصلا وبالتالي لا تتمكن الابرة من التقاط الخيط زي ما اتفقنا فعلا ان الغرزة العائمة بتاعتي الابرة لا ترتفع اصلا وبالتالي لا تتمكن الابرة من التقاط الخيط ده كان جزء التعريف للغرزة العائمة طيب نشوف كده استخدامتها كانت ايه اول حاجة في استخدامتها تستخدم فيه انتاج ايه اقمشة زي تتركيبات مختلفة كما تستخدم فيه انتاج اقمشة جاكار على وجه واحد او الوجين دي كانت استخدامات الغرزة العائمة طيب ايه هي خوصها ياريت نحضر كده ورقة وقلم ونكتب مع بعض اول خاصية القماش اقل جدا في العرض يبقى العرض بتاعه اقل جدا طيب رقم اتنين اقل في المطاطية يعني اقل في العرض واقل في المطاطية طيب رقم تلاتة اقل سمكا يبقى اقل في العرض اقل في المطاطية واقل في السمك دي كانت خواص الغرزة العائمة طيب نبص كده نشوف خواص الغرزة المعلقة اول واحدة ايوة قماش اقل نسبيا في المطاطية طيب رقم اتنين قماش اكسر عرضا رقم تلاتة قماش اكسر سمكا ويه رقم بعد كده الغرزة العائمة بتاعتي ده شكلها شكلها ايه قدامه شكل التصوير بتاعها اللي على الشمال وعليمين عندي اللي تحت الاسلوب الرمزي اللي هو الرمز بتاعنا وفوق الاسلوب الخرائتي وطبعا المفروض احنا طول السنة بنرسم مع بعض الغرز دي بالاساليب التلاتة الرمزي والخرائتي والتصوير نكمل مع بعض عندي بعد كده اقمشت السينج الجرسي اتفقنا مع بعض من الحلقة اللي فاتت في التراكيب ان اقمشت السينج الجرسي دي بتحتوي على تلات غرز ايه هم التلات غرز عندي غرز الاكورديان غرزة الحش والغرزة الوبرية معنى كلمة سينج الجرسي يعني بتنتج على وجه واحد طب تمام طب يا ممكن يجي لي السؤال ازاي في الامتحال ممكن يجي يقول لي من مشتقات السينج الجرسي اذكر يبقى انا هذكر التلات غرز ممكن يجيب لي رسمة كاسلوب رمزي او تصويري او خرقتي ويقول لي دي احد اقمشت السينج الجرسي قولي لنا اسم الغرزة ايه يبقى انا لازم ابقى عارفة الاسلوب الرمزي والخرقتي والتصويري للتلات غرز بتوعي اللي هم بيدخلوا تحت بندي من السينج الجرسي اللي هم ايه الكورديان والحش اقمشة التي تحتوي على الغرز العائمة والمعلقة وهي ابسط التراكيب النسجية زي ما احنا اتفقنا وبتنتج على وجه واحد ما احنا قولنا ان هي سينج الجرسي ومعنى كلمة سينج الجرسي يعني بتنتج على وجه واحد طيب نكمل مع بعض خواص اقمشت السينج الجرسي ياريتو احنا بنذاكر نعمل جدول عشان نبدأ نكتب فيه خواص الغرزة العائمة الوحدها خواص الغرزة المعلقة الوحدها وخواص اقمشت السينج الجرسي لوحدها لان ممكن يلغبطنا ممكن يجي لي وصل ويلغبطني ممكن يجي لي صح وغلط ويلغبطني يبقى انا لازم اكون مركزة كويس اوي وانا بذاكر خواص السينج الجرسي ايه خواص الغرزة العائمة ايه وخواص الغرزة المعلقة ايه طيب نبص مع بعض كده ونكمل مع بعض خواص اقمشت السينج الجرسي عندي اول حاجة القماش له وجه وضهر يبقى القماشة بتاعت السينجل جيرسي لها وجه ولها ضهر رقم اتنين مططيته في الاتجاه العرضي ضعف المطاطية في الاتجاه الطولي يبقى انا لو جيت شديته كمطاطية هلاقي ان المطاطية في الاتجاه العرضي ضعف الاتجاه الطولي طيب عندي رقم تلاتة يمكن كر المنسوق في كلا الاتجاهين يعني اقر المنسوق يعني فيه امكانين ان انا افك القماشة من كلا الاتجاهين. عندي بعد كده رقم اربعة القماش يلتوي عند حوافه. يعني ايه عند حوافه? يعني عند البرصل بتاعه او الجانب. لان القماشة بتبقى خفيفة فبتبقى سهل انها يحصلها عملية التواء. طب ايه هي بقى مشتقات السينجلجرسي? ها? حد فاكر? ايوة? انا قلت اول نوع ايه? اقمشة الاكوردية مظبوط. طب تعريفها ايه بقى? لو اجيه قال لي اشرح غرز الاكوردية او اكتب الاسلوب الوصفي. هقول له هي الاقمشة التي تنتج. تنتج ازاي باستخدام الغرزة العائمة والمعلقة والعادية. يعني غرزة بيتم فيها تلات حاجات. عائمة ومعلقة وعادية. ويتم تغذية الماكينة فيها بخطين. ايه هما الخطين? احدهما لعمل الغرزة العادية والاخرى لتكوين الغرزة العائمة والمعلقة ومعاهم كمان الغرزة العادية. طيب دي كانت اول نوع عندنا اللي هي اقمشة الاكوردية. طيب تاني نوع عندي هو اقمشة الحشو. اقمشة الحشو بيقول لي هي عبارة عن امتداد لنفس اسلوب اقمشة الاكوردية. حيث يظهر خيط الحشو في زهر المنسوج. يبقى معنا كده ان الغرزة دي غرزة دهر. ولها استعمالات خاصة في الرغبة عند ايه? عند قسطرة القمش. ده كان تاني نوع عندي اللي هو اقمشة الحشو. وبعد كده هناخد النوع التالت اللي هو الاقمشة الوبرية. ده شكل الاسلوب التصويري والرمزي والخرائتي للغرزة الوبرية. ولو جينا نعرفها هنقول ان هي تستخدم فيها الغرزة العائمة والمعلقة في قان واحد. دي كده تالت غرزة عندي من اقمشة السينجل جرسي هي الاقمشة الوبرية. واخر حاجة عندي في الباب الاول كله هي الاقمشة المطاطة او ذاتة الاستك. اللي هي عبارة عن تركيب نسجي تبقى لأقمشة الدربي ويتم فيه تغذية خيط الماكينة بايه? باسلوب الغرزة العائمة والمعلقة. والقمش الناتج زو مطاطية في اتجاه واحد هو اتجاه الاستك. اللي هو غالبا يكون اتجاه ايه? عرضي. ليه اتجاه عرضي؟ لان دايما الاستك بيعمل له خطوة. كده يبقى احنا رجعنا مراجعة سريعة على الباب الاول بتاعنا. خدنا امكانية الصح وغلط ممكن تجيلي ازاي? خدنا كمان الغرز بتاعتي اللي هي ابدأنا من الغرزة العائمة شفنا الاسلوب الرمزي والتصوير والخرايطي بتاعها شكله ايه? وخدنا اقمشة السينجل جرسي اللي هم التلات غرز اللي هم عبارة عن ايه? اكورديان والحش والوبرية وخدنا غرزة الاستك. كده يبقى احنا شفنا كل الغرز وخدنا كمان خواص الغرزة العائمة وخواص الغرزة المعلقة وقمشة السينجل جرسي. ده الجزء اللي هو لو جالي فيه نظري. طبعا الغرز بتاعتي الباب ده مهمة جدا لان دايما في الامتحان هيجيب لي من كل الغرزة رسمة. يعني يجيب لي مثلا لأكورديان يقول لي ارسم تصويري. يجيب لي للعيمة يقول لي ارسم رمزي. يجيب لي الحش ويقول لي ارسم خرايتي. يبقى انا لازم اكون حفظة الغرز دي كويس وممرنا ايدي عليها. طيب هنبدأ مع بعض بقى سؤال مهم جدا. وده السؤال الاساسي عندي في الامتحان لو فتحنا الامتحانات من 2011 لغاية السنة اللي فاتت 2020 هنلاقي دايما هو السؤال الاول. ايه هو السؤال الاول عندي اللي دايما بيجي في الامتحان. واللي لازم نكون متمرنين عليه كويس اوي. واللي احنا هنشتغلوا مع بعض دلوقتي على الهوى. واللي احنا مش محتاجين ان احنا نعرف شكل التصميم ايه قد ما احنا فاهمين ايه هي الخطوات اللي لازم نعملها كويس. ولو احنا مشينا على الخطوات دي كويس جدا اي تصميم في الدنيا هيجيلي هقدر اعمله. طيب نشوف كده السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي التصميم الموضح امامك بلونين يصلح تنفيزه على الماكينة المستطيلة الجكر على ايه؟ على وجه واحد ونحط تحت كلمة على وجه واحد دي تلت خطوط. ليه؟ لانه على وجه واحد هيبقى ليه طريقة شغل مختلفة تماما عم لو قال لي على الوجه. المطلوب بقى المطلوب ايه؟ طالب مني عمل الاسلوب الرمزي والاسلوب الخرائتي والاسلوب التصويري. لا ده انا هضف كمان من عندي الاسلوب الوصفي عشان اعرف ازاي انا ممكن انفز التصميم ده على الماكينة. طيب هنبدأ مع بعض ونبص كده ونشوف هنبدأ نشتغل التصميم ده ازاي خطوة خطوة مع بعض. وايا كان شكل التصميم اللي جاي اللي هنبدأ ننفزه مع بعض. اهو ده شكل التصميم اهو هنبدأ فيه مع بعض. اول حاجة هعد هو نا دلوقتي التصميم ده على كم ابرة ايوة التصميم على اربع ابر واربع سطور. يبقى انا هبدأ هنا ارسم التصميم بتاعي على اربع ابر واربع سطور. اهو لازم ارسم التصميم قدامي وانا شغالة في الامتحان عشان يبقى واضح معايا في الشغل. اهو اربع ابر واربع سطور. ده شكل التصميم اهو عايزة ابدأ انقل التصميم انا عندي رقم اتنين ورقم ثلاثة هم لونهم اسود اهو. طبعا انا بختار اللوان اللي انا هشتغل بيها في الامتحان هي اللي انا هعمل بيها التصميم. اهو انا كده بنقل بس التصميم اللي هو مدهوني في ورقية الامتحان بتاعي اهي. كل اللي انا عملته دلوقتي ان انا بنقل التصميم. طبعا التصميم عندي بلونين. فهستخدم لونين اكون انا متعودة عليهم دايما وشغالة بيهم ودايما اختار الوان تكون واضحة. يعني اكون مجرباها قبل كده مع بعض ولقياهم لايقين مع بعض واضحين. ممكن الوان خشب تقيلة او الوان فوسفورية او برونز اي الوان انا متعودة عليها في شغل. يبقى انا كده رسمت التصميم واللون الابيض ده هتديله لطبعا لون تاني. عشان وانا بشغلة باللون يبدأ واضح معي. اهو. بالشكل ده كده. طبعا انا هنا دي خطوات شغلي. ان انا بدأت ايه رسمت التصميم. بقى كل انا عملته نقلت التصميم اللي قدامي علي. طيب هاجه اعمل الاسلوب الرمزي. هعمل ايه هاخد نفس العرض بتاعي. اهو. بدم على وجه واحد يبقى باخد نفس العرض. وبعد كده بعيد هما دول كام واحد اتنين تلاتة اربعة بدرب اربعة في اتنين. ليه اربعة في اتنين لانه لونين يبقى اربعة في اتنين بتمانية. يبقى انا هنزل كده تاما مربعات. اهو. يبقى كل اللي انا عملته خط عرض التصميم زي ما هو. ده ربط الارتفاع في اتنين عشان عندي عدد. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ورجعنا تاني بعد الفاصل وخلصنا مع بعض التصميم السؤال بتاعنا كده خلص عملناه الأسلوب الرمزي والأسلوب الخرائطي والأسلوب التصويري لو حبينا نكتب الوصف هنبدأ نمسك التصميم ونشرحه سطر سطر يعني هقول السطر الأول اللي بيحصل فيه السطر التاني اللي بيحصل فيه وهكذا يبقى احنا كده عرفنا ازاي ممكن نحل أهم سؤال عندي في الامتحان وده سؤال مضمون ودركته لازم تبقى في جيبك وانتدخل الامتحان عشان تلازم تبقى مرانا ايدك عليه ايا كان شكل التصميم امشوا بالخطوات اللي احنا اتفقنا عليها هحدد المساحة بتاعت الأسلوب الرمزي اعمله دليل ألوان ابص للتصميم وابدأ انقل وافرد الجزء بتاعي في الرمزي وبعد كده بعمل منه الخرائطي والتصوير ويبقى انا كده ضمنت سؤال أساسي ان شاء الله هنلاقيه في الامتحان بإذن الله طيب نشوف كده سؤال تاني مع بعض السؤال بيقول لي هنا دي من الأسئلة السهلة جدا اللي بتجيلنا في الامتحان بيقول لي اختار الأسلوب التصويري واحد أو اتنين المناسب للأسلوب الخرائطي المشارئي ليه بالسه اهو هو مديني هنا سه عملهولي هو على الأسلوب الخرائطي اللي هو أول حاجة قدامنا مع رسم الأسلوب الرمزي والتصويري المختار وذكر اسم الغرز يبقى هو هنا مديني ثلاث أساليب تمام مديني أسلوب خرائطي بيقول لي هو التصويري بتاعه انهي واحدة فيهم رقم واحد ولا رقم اتنين وعايزني أرسم كمان الأسلوب الرمزي بتاعه واكتب كمان اسم الغرزة طبعا الأسئلة دي بتبقى أسئلة سهلة قوي يعني معتمدة بس على اننا بقى عارفة كل غرزة شكل الأسلوب الرمزي والخرائطي والتصويري بتاعها ايه لاننا ما بعملش حاجة ده اننا يدوب بختار اسم الغرزة اكتبه وهاختار بعد كده الأسلوب الرمزي بتاعها واشتغله طب لو احنا جينا بصينا كده للتصميم اللي قدامنا دوت قال لي عبار عن ايه اسلوب خرائطي قدامنا احنا شايفين الترتيب بتاعه ايه ابريتين طويل وابريتين قصير طب هو ايه الغرزة اللي احنا خدناها فيها ابريتين طويل وابريتين قصير لكل من السرندر والضيل نفتكر كده مع بعض ايوة مزبوط برافو عليك وهي غرزة الايتلوك طيب هو هنا دلوقتي مديني اتنين تصويري بيقول لي هو انهي واحد تصويري فيهم يبقى رقم واحد ده ولا رقم اتنين لو انا بصيت في اسلوب التصويري كويس جدا هلاقي ان رقم واحد ده ده الغرزة الانترلوك لان فيه عندي ابرة طويلة وابرة قصيرة اما الاسلوب التاني هو فعلا اللي غرز الايتلوك اللي فيها ايه ابريتين طويل وابريتين قصير يبقى انا كده اخترت الاسلوب التصويري المناسب اللي هو رقم اتنين بقى انا هقول له الاسلوب التصويري المناسب ليه الاسلوب الخرائطي المحدد بتاعنا هو مين رقم اتنين دي كده اول اجابة للسؤال طيب الجزء التاني اسم الغرزة قلنا ان هي غرزة ايه الاية لك طيب ايه الجزء التالت بتاعي بيقول لي ايه ارسم الاسلوب الرمزي يبقى احنا هنمسم ده بقتي مع بعض الاسلوب الرمزي بتاعه طيب هنعد مع بعض كده هم كم إبرة قدامي أربعة في السلندر وأربعة في الضيل يعني كم إبرة يعني تمان إبر يبقى الأسلوب بتاعه على تمان إبر زي ما احنا شايفين وكم سطر وسطرين اهو هذه رسمت رسمت على تمان إبر وتمن وسطرين طيب ناخد بالنا بقى ان الترتيب بتاعنا يبقى عبارة عن ايه ايوة بريتين في السلندر يعني فيس فيس وبعدين باك باك فيس فيس باك باك طويل 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 في السلندر والضيل قصير 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 طيب يبقى احنا هنبدأ بقى الترتيب بتاعنا اول حاجة عندي الطويل اهو من السلندر اتنين اكس شغلين معاهم اتنين من الدايل طيب والسطر التاني اهو اتنين اكس شغل معاهم اتنين من الدايل يبقى انا كده عملت له الاسلوب الامزي لغرزة اللي هي على تمن ابر وسطرين جبتها منين تمن ابر وسطرين لو انا بصيت هنا اهو لو انا عديت دول هلاقيهم تم ابر تم اذا كده البسيط السهل لقدامي طب نشوف السؤال كمان السؤال اللي قدامنا ده على الشاشة بيقول لي اكتب اسم الغرزة المناسب لكل شكل من الاشكال المبينة اكتب اسم الغرزة المناسب لكل شكل من الاشكال المبينة اسفل هنحدد اسفل اسفل ايه من بين الكلمات التي بينا طب ده سؤال سهل جدا ده هو مش طالب مني غير ان انا بعرفة شكل الغرزة بس يعني مش طالب مني اي حاجة ان انا ارسمها ده هو بيقول حديدي بس اخذي الكلمات دي واكتبيها تحت الاشكال اللي قدامي بقى انا لازم اكون عارفة كل غرزة شكلها ايه طيب الشكل رقم واحد بيقول لي الاسلوب التصويري طيب الاسلوب التصويري الان هي غرزة ايوة بص ضبط برفو عليكم الاسلوب التصويري لغرزة الاكوريديان ده اول شكل طيب الشكل التاني عندي اللي هو في النص ده الاسلوب التصويري ايه ايوة مظبوط غرزة البيت ايه انترلوك طيب والشكل التالت قدامي اللي هو عالشمال ايوة ده الاسلوب التصويري لغرزة الحشو يبقى انا هنا انا ما عملتش اي حاجة انا ما رسمتش اي حاجة ورغم عن ذلك أبقى أخدت عشر درجات على السؤال كل اللي أنا أتقلب منكم بس نبقى عارفة شكل الأسلوب الرمزي والخارقاتي والتصوير لكل غرزة عشان لما يجي لي سؤال زي ده يبقى سهل جدا وده سؤال جاي من امتحان فإحنا مش جايبين وما عندنا ده من أسئلك الامتحان هو عايزني بس أحدد كل ومديني الكلمات يعني كمان بيسهلها علي مستبينيش كده محتاسة لأ ده داني الكلمات عشان أحدد منها كل غرزة اسمها بدأت أاخد الكلمة من ما بين الأقواس وبدأت أحطها طيب نشوف سؤال كمان مع بعض بيقولي الشكلة الذي أمامك تصويري لأحد الغرز الغرز المطلوب إيه اسم الغرزة مع نقل الأسلوب إلى كراسة الإجابة طيب نبص لها كده كويس ونوضح قوي يا اسم الغرزة دي إيه ها حد يغششنا كده أيوة الغرزة إيه غرزة الأستك مظبوط غرزة الأستك دي عبارة عن غرزة دربي واحد لواحد وخط الأستك هو الخط الأسود اللي ما تروح قدامي دلوقتي بأسلوب الغرزة العيمة والمعلقة طيب طالب مني كمان إن أنا أرسم الغرزة دي أو الأسلوب ده لأن غرزة الأستك دي ما لهاش إلا أسلوب واحد بس هو الأسلوب التصويري فطالب مني إن أنا أنقلها يعني هنقل الأسلوب اللي قدامي ده إلى كراسة الإجابة طيب نجي ننقله مع بعض ياريت نحضر ورقة وقلم كده ومنقله مع بعض طيب أول حاجة زي ما اتفقنا هنحدد إيه هنحدد النقط على مسافات متساوية اللي أنا متعودة أشتغل بيه طيب هو غرزة عبارة عن إيه دربي واحد لواحد يعني إيه دربي واحد لواحد يعني عمود وجه وعمود دهر طيب نبدأ كده مع بعض نشوف نرسمتها أهو هبدأ أحدد النقط بتاعتها على مسافات متساوية وأقل حاجة طبعا هعملها هي هتكون أربعة فاربعة يعني ما هتكونش هقال لي من كده أهو رسمت كده حددت النقط النقط دي بالنسبالي هي الأساس اللي أنا بشتغل بيها اللي هي على أساسها ببدأ أعمل الرسمة طب إحنا اتفقنا إن هي دربي واحد لواحد معنى دربي واحد على واحد يعني إيه يعني عمود هيبقى بالنسبالي كل وجه أهو العمود كله مرسوم وجه كل العمود طالع غرزة وجه أهو وبما إنه دربي واحد لواحد يبقى العمود اللي جنبه هيبقى ضهر أهو طبعا زي ما اتفقنا احنا نرسم في الامتحان بالألم والمسطرة عشان تطلع الغرز بتاعتنا كلها متساوية أهو عمود وجه تاني هكرر تاني أهو عمود وجه بالشكل ده كده يليه على طول عمود ضهر أهو طبعا الفرق ما بين الواجه والضهر إن الضهر بتبقى عبارة عن أنصاف دوائر أما الواجه على شكل حرف V زي ما احنا شايفين وهبدأ أوصل أهو كل راس بنزل بيها الساقين بتوعها أهو ببدأ أوصل ببدأ أوصل الساقين بتوعي أهو يبقى أنا كده عملت المسافات المتساوية بتاعتي بدأت أرسم عمود وجه وعمود ضهر عشان دي على أقمش الدربي واحد لواحد أبدأ أوصل عندي أهو ولازم أوصل القدمين من تحت عشان الغرزة تبقى متماسكة عنتي أهو طبعا نشتغل بسرعة عشان الوقت ونحاول ناخد بالنا نقسم الوقت بتاعنا على عدد الأسئلة عشان ما فيش سؤال ياخد أكتر من سؤال طيب أنا هنا رسمت الغرزة بس أبدأ بقى أعمل الأسئلة أيوة الأسئلة بتاعي بيجي على غرزة الظهر ويمشي خط مستقيم زي ما أنا شايفة كده وعلى الوجه بيتقطع أهو يبقى في الوجه بيتقطع وعلى الظهر خط مستقيم وبدأ أعمله سمك عشان يبقى واضح عندي أهو وطبعا بعد بعمل السمك ده ببدأ ألونه أو أظلله كده عشان يبقى واضح عندي الأسئلة أهو بالشكل ده كده عشان يبقى الخط بتاعي واضح يبقى أنا كده عملت أسئلة لأ ده بدأ أنا عايز أقرر تاني مفيش مشكل بطلع فوق أهو بقرر نفس الحركة تاني أهو بس ياريت وأنا شغالة يبقى كله سمك واحد بالألم والمسترة لشان يبقى كله شكل واحد بالشكل ده كده يبقى احنا كده خلصنا الغرزة دي طيب نشوف مع بعض بقى السؤال اللي جاي بسرعة بيقول لي هنا مديني أسلوب خرائتي وقال لي أحد الغرز دي تنفذ على الماكينة المستديرة المطلوب أرسم اسم الغرزة الأول هكتب اسم الغرزة وبعد كده أرسم الأسلوب التصويري وأوضاع الكمات يبقى أنا في الحالة دي لو احنا شايفين دلوقتي انترتيب الإبار عندي إيه؟ إبرة طويلة وإبرة قصيرة يبقى دي غرزة إيه؟ أيوة غرزة الانترلوك غرزة الانترلوك غرزة الانترلوك يبقى ده اسم الغرزة وبعد كده ببدأ أعمل الأسلوب التصويري اللي أنا متعودة عليه وبرسم أوضاع الكمات اللي أنا المفروض بيبقى ليها ميجريين وناخد بالنا كويس قوي بالنسبة لي رسم أوضاع الكمات لازم أعمل الميجريين ليه أعمل ميجريين؟ عشان أنا عندي إبار طويلة وإبار قصيرة ودايما أوضاع الكمات تبقى الكمات للسلندر أسفل وكمات الضيل من أعلى يبقى أنا في غرزة الانترلوك بتتم على مغزيين اللي الإبار الطويلة بتشتغل لوحدها والإبار القصيرة لوحدها سرعات مفيش سرعات لأن هي متساوية بالنسبة لي في السرعة وعندي أوضاع الكمات بتاعتي الطويل من السلندر بيشتغل معه الطويل من الضيل القصير من السلندر بيشتغل معه القصير من الضيل يبقى إحنا كده عملنا مراجعة شاملة على منهج التراكيب بتاعنا كله على الثلاث أبواب بتاعنا ياريت من هنا لغاية شوم الامتحان نراجع كويس وندرب إيدنا كويس وإحنا موجودين لرد على رد على أي استشار لكم أي سؤال إحنا معاكم ونتمنى لكم النجاح إن شاء الله طبعا في النهاية بشكر جميع القائمين على العمل في القطاع تعليم الفني في التلفزيون على مجهودهم الرائع معانا طول السنة أتمنى أن أشوفكم كلكم نجحين وشوفكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة